اهلا بكم شهينا الكرام إلى نشرة أحوال التقسد من أمطار رعدية غازيرة وأجواء باردة تشهدها المناطق الشمالية من الوطن تستمر هذه الوضعية الجوية خلال صباحة يوم الغد حيث تبقى دائما الأمطار الرعدية تمس المناطق الشمالية خاصة الوسطى وكذا الغربية والمرتفعات الداخلية الشرقية وتبقى مستقرة على العموم بكل مناطق الجنوب الكبير بالنسبة لحالة التقس خلال المساء ستعرف تحسن تدريجي بالنسبة للمدن الشمالية الغربية تبقى بعض سحابة العابرة وبدون فعالية بالمدن الداخلية لكن استمرار الاضطرابات الجوية بالمناطق الشرقية جواء مستقرة بالمدن الجنوبية من البلاد درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال صباحة يوم الغد تعرف تراجع طفيف تصليلات من درجات بيتلمسان تيار تبيض حتى بي المرتفعات الداخلية الشرقية أربع درجات كهدنا بقياس بالجل فرنسجي العشر درجات بالجزائر العاصمة بليدة تيبازة على وهران مستغان معينتي موشنت واشلف ناش درجة بي عنا بطار في القالخ 17 درجة بشمال الصحراء 15 بواد سوفر وورق إلى 12 درجة نسجل 7 درجات فقط على منطقات إليزي وجانات 21 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على كل من برج باجي مختار وعين قزام خلال المساء درجات الحرارة القصوى ستصل إلى 28 درجة بـ 28 درجة بإليزي جانات 23 درجة بوسط الصحراء نسجل 26 بأدراء 24 درجة بتندوف 27 بعين قزام وبرج باجي مختار نسجل 16 درجة بقصوى 20 درجات كأدنى مقياس بالمدن الشاملية على منطقة الجلفة على تيسينسو أيضا والبويراس 17 درجة بالجزائر العاصمة بورداس 18 بعينباو 14 درجة بمنطقة وهران برسبة لحالة البحر سيكون البحر هائج إلى كثير الهيجان حيث تصل سرعة الرياح إلى 80 كم فيها الساعة لأقصى سواحل الشرقية رياح قوية جدا ساتم سيضن السواحل الوطنية خاصة الشرقية والوسطى حيث تطرح من بين 60 إلى 70 كم في الساعة إذن نختم نشراك العدابي الورقة الفلكية وقت شروق وغروب الشمس بها الجزائر العاصمة وضع وحيا لهذا 23 شهر نوفمبر 2022 شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة